بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهل عندما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة عندما يكون الأهل أكبر الفائزين في مباراة لم يلعبها إبراهيم أهلا بك يا بشوانس أهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة الحلقة رقم سبعمية وتمانين يرى المهندس عدلي أنه الأهل كسب من غير لعد خير مش كسب أكبر الفائزين كمان طبعا هذه المباراة كانت كاشفة كاشفة لمستوى إدارة الكرة المصرية كاشفة لحجم التوجيه الذي يحدث وحجم التدليس الذي يحدث والفارق بين الظاري والعار الجدارة يعني أن تكسب وتصدق نفسك هذه المباراة أنا لم أنظر إليها كمباراة بقدر ما شفت اللي هو الزمالك والهلال آه كأس الوسيل وأنا أتفرج طبعا أنا أعرف الهدف من المباراة إن بروفا عشان نشوف إمكانات الاستعادات في استقبال وجلوس الناس ودخولها وخروجها وسائل التشجيع حتى الجاملية كانت مدمجة مع بعضها علشان التكتلات اللي ممكن تعمل وأنا رأيي أن دي حاجة كويس يا ريت نرجع لها كلنا كمان عشان تشوف الملعب وعظمته عشان تشوف التصوير وروعته عشان تشوف الفار وعدلته عشان تشوف الناس هي بتستمتع بالكرة وتصريح أن تقيمها مش من خلال منظور النتيجة لأن النتيجة خداعة ضربات جزاء وتعادل لكن كل الناس طلعت تؤكد إن الليل كان يعني فائزا بجدارة والنتيجة لا تعبر عن سر المبراد مش ده برضو اللي يعنين وأيضا الناس هو المبرادة رسمية هي المبرادة ودية هي المبرادة يا جماعة أنا متطفق مع كل الناس اللي طلعت بعد المتش تقول دي مبرادة وهي مبرادة دي أستاذ إبراهيم في الاحتفالات الكبرى في الدورات الأولمبية الشيء اللي بتعامل قبل الدورة ده لازمته ما بيتلعوش أحسن طبور عرض واخد بالك أحسن ماشية في ماتشات الكبيرة في أمريكا تلاقي بنات بالريش ومش عارف إيه ويعملوا إيه هذه الفقرات هي يعني إحتفالية إحتفالية هذه المرة كانت بين ناديين لديهم الشعبية وبمثلوا بلدين عريقتين أو عريقين عريقتين بلدين عريقين عريقين في كرة القادم ما كانش المفروض تتاخد من أول يوم في أي سياق بخلاف هذا أما وقد حدث تعال ناخد بقى الدروش المستفادة بسرعة كده عشان ما طولش عليك شوف نظار لو بمعايير الظار بتاع كاس العالم ده هنعرف هو المسابقات المحلية شوف نعواد في كرة التعادد في المقولين ما تعدش أظن أنت مجهز لنا حاجات عشان نقارن ونشوف مصاري البطولات حيمشي إزاي لو تحققت العدالة ولذلك أنا مبسوط جدا من الإلحاح إن ما كناش هنكسب دوري إلا بوجود الظار وأنا موافع على كده بس بوجود الظار نهيين بتاعنا مش بتاعهم هم مين الصادقين الذين هنشدون العدالة وانشدون التطور